السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم مريم التونسي ازاي غم عاملين اي رب كونوا كويسين وخير دايما رب ان شاء الله دلوقتي هوريكم حاجة من الحاجات الغريبة اللي مرت علي في موضوع البرد بتاع الشتاء وتأثيره على الحمام في موضوع تغيير الريش او في موضوع قلش الريش او فك الريش طبعا احنا عارفين ان احنا بنحسب عمر الحمام من خلال عدد الريش اللي موجود عليه او عدد الريش اللي هو وقع وغير ريش طلع ريش مكان طبعا انا عندي هنا اه طبعا مربع السطح بره في سلكات وزي ما حضراتكم شايفين كده مقفل بمشمعات من هنا ومقفل بكاراتين من الوش عشان موضوع البرد ففي عندي زغليل حطتها هنا وهي لسه مفتومة اه اول ما اتفتمت نقلتها هنا من يوم ما نقلتهم هنا لحد الوقتي بقالهم فترة طويلة في حمام كان مفتوم معاهم في نفس الوقت ده اتحط جوه في القوضة في سلكات جوه القوضة ايه الفرق اللي حصل ما بين اللي هنا وما بين اللي جوه القوضة هوريكوا دلوقتي بسم الله ما شاء الله ده فرد حمام من اللي هنا ده من يوم الفطام وهو هنا طيب هوريكوا الفرد ده نشوف مع بعض كده ده الجناح بتاعه هو نعد الريش عد معايا كده الريش واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر فرد الحمام لحد النهاردة مفكش ولا ريشة بصت فرد الحمام ما شاء الله كبر بدأ يزوف بدأ ينفخ طبعا احنا عارفين نفاخ بينفخ اه وهو كبير شوية تمام ده فرد حمام نفاخ احمر تمام اه كان محطوط معاهم اه كان اكبر منهم بحوالي اه شهر بص عليه كام ريشة عليه ريشة واحدة تمام عليه ريشة واحدة بص كده يعني مفروض دولة يكون عليهم دلوقتي تلات ريشات طيب ده عليه ريشة واحدة يعني ده فك تسع ريشات ودولة لسا مفكوش ولا ريشة اذا هنا طبيعة الجسم بتاعة الحمام مع تغير درجة الحرارة ما بين ان هما كانوا تحت الحضان وما بين ان هما اتحطوا هنا اه في سلاكة في مكان بارد غير ده التأثير عليهم الفرق ما بينهم وما بين اللي بتحط في القوضة تمام كده ده فرد حمام مفطوم قبليهم بحوالي شهر دلوقتي بقى عليه ريشة واحدة اهو يا جماعة ريشة واحدة هيه تمام الصمة وبعدها الريشة القصيرة هي اللي احنا قلنا عليها بنعد من عندها طيب وهنا نفس النظام اهو الصمة وبعدها الريشة القصيرة هنا دولة جوز اه طبعا ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده فرد الحمام طلع ريابته بره هو تبينفق بره العين واحنا شايفينه ما شاء الله باين على ان هو كبير يعني مسواي طيب في حالة تانية برضو هنا برضو اتفطمت وتحطت هنا من يوم الفطان تبارك الله و احسن الخلقين بسم الله ما شاء الله ده برضو فرد حمام وتحط هنا من ساعة الفطان طيب نهد مع بعض الريش كرة يا جماعة بسم الله اتنين تمام اربعة ستة تمانية بص كرة عد عد من هنا هو نعد مع بعض تان اهو يا جماعة الريشة القصيرة اهي الريشة القصيرة عمبوبة الدم اهي شايفينها اللي في النص دي اهي اللي عند اصباعي طيب بعدها دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمام الرشات اهم اعدي كده نبعد بس دول عشان يبانوا اهي الريشة القصيرة اهي يا جماعة اللي فيها الدم الريشة القصيرة اللي فيها الدم اهي بين اهي عند اصباع اهي تمام يبقى ده فرد حمام عليه تمن رشات طيب تمن رشات ده يعني مفروض ان هو مفتوم بقاله شهر لا ده هم مفتومين تقريبا بقالهم حوالي اربع شهور تمام فده ما شاء الله ده قرب كده ان هو يشتغل ده كده قرب ان هو يشتغل هو لسه عليه تمن رشات بس هو عمره عمره الحقيقي ان هو دلوقتي عنده حوالي خمس شهور عنده حوالي خمس شهور او اكتر من خمس شهور يعني قدامه شهر او شهر ونص ويبدأ ان هو يشتغل ده اخر رشة مقاحية اخر رشة مقاحية رشة التمنى طيب احنا كده نفهم ان من الموضوع ده الموضوع ده وتنفهم منه ان في بعض الحمام حالات استثنائية من الحمام بسبب موضوع الجو او بسبب تغير الجو او برودة الجو ما بيبقاش النمو او تغيير الريش الشكل الصحيح لتغيير الريش ما بيكونش بشكل دقيق فبيكون في خلل في تغيير الريش او في توقيع الريش بس الحمام عمره بيكبر بدليل ان انا كان عندي فمرة فرد حمام من يوم ما اتفطم مرماش ولا ريشة تمام قعد عندي حوالي خمس او ست شهور ما بيرميش ريش خالص طبعا بعد الخمس ست شهور دولت لقيت ان هي طلعت نتاية وبدأت تزوف على دكر وبدأت ان هي والدكر دولت يعودوا في الطاجن وبعد حوالي عشر خمستاشر يوم او عشر يوم بكتير لقيتهم لقيت النتاية دي بضت فمعنى كده ان الحمامة ممكن تشتغل من غير ما تعد العشر ريشات المهم ان هي يكون عمرها وصل لعمر التزاوك النمو بتاع الجسم والنمو الداخلي للاعضاء التناسلية او الاعضاء بتاعتها عمتا بيكون وصل بيها لعمر التزاوك فهنا هيكون مفيش مشكلة ان هي تشتغل تمام كده بس هو احنا في موضوع عد الريش ده لما يكون الجو مستقر بنركز او على موضوع عد الريش ليه؟ عشان عد الريش بيعرفنا عمر الحمام طيب اذا انا دلوقتي لو حبيت بيها الحمام ده وقلت لحد عليه قرر بيشتغل هيقول لي عليه كامريشة فانا طبعا مش عارف هو عليه كامريشة بس هو عمره دلوقتي حوالي مثلا اربع شهور او خمس شهور تمام كده؟ في معدل ما بين اربع او خمس شهور يعني قدامه مثلا شهر شهرين برضو وهيشتغلوا يعني دولت في عمر فرد الحمام النفاخ الاحمر اللي احنا شفنا ده او اصغر منه بالكتير بحوالي شهر تمام كده؟ فده الموضوع هي حالة غريبة حالة شازة ما بتحصلش اصلا كتير بس انا فعلا اتكلمت مع ناس في الموضوع ده فيه ناس اكدتلي ان هي برضو حصل معاها الحالات دي يعني الحالة دي مش مش موجودة عندي انا الوحدي او مش ظهرة عندي الوحدي لا الحالة دي حالة عامة بس قليل جدا لما بتحصل عند حد ولو برضو حد فيكو ظهرت عنده الحالة دي برضو يقول لنا رأيه فيها التعليقات يقول لنا رأيه فيها التعليقات ايه سببها او هو شايف ان هي ايه سببها او حصلت معاها ازاي او تجربة وايه مع الحالة دي وهل الحمام اللي حصلت معاها الموضوع ده وتشتغل ولا لأ اتاخر في الشغل ولا اشتغل على طول اه وكده اه اكون خلص الفيديو ده اه يارب انكون استفدنا منه ما تنسوش اه الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واعملوا لايك على الفيديو واعملوا مشاركة الفيديو ده عشان الفيديو يوصل لكل الناس ولو عندك ايه موضوع محتاج نتكلم فيه او اه محتاج ايه معلومة ان شاء الله او عندك ايه استفسار عن ايه حاجة اكتبوا في التعليقات وان شاء الله هتلاقييني بشوف التعليقات كلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم ومريم التونسي ما تنساش لو مش مشترك في القناة تضغط على كلمة اشتراك او سبسكرايب بالانجليزي وهتلاقي زهر جنبها رسم الجرس هتدوس عليه كده عشان يظهر لك اشعار باي فيديو جديد وكمان ما تنساش تعمل لايك على الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة